اشتركوا في القناة ما مثلت له قبل الأقل المبالغ فيه بحيث أنه يأخذ أضعاف مضاعفة فيجوز للمضحي أن يفاوضه و أن يكاسره و أن يطرب منه التخفيض لا يوجد بأس في مثل هذه الحالة أما إذا كان السعر مناسب لهذه الأضحية السمينة الطيبة فما في حاجة إلى أن يفاوض صاحب الغنم و إنما يشتريها لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستسمنون الأضاحي و يبذلون فيها الأموال فإذا كانت الأضحية هذا سعرها هذا سعرها ما يفاوض أما إذا كان سعرها يعني مبالغ فيه فيجوز له أن يدخل في مفاوضة معه و لا حرج